اعلنت العربية لطيران اول واكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن تعزيز خدماتها من خلال اضافة صحار الى وجهاتها في سلطنة عمان ضمن الشبكة الاقليمية للناقلة وذلك اعتبارا من السابع من يوليو الجاري لتكون الوجهة الثالثة للناقلة الاماراتية في السلطنة بمعدل ثلاث رحلات اسبوعية وتعد هذه الوجهة الجديدة اضافة مهمة الى عمليات العربية للطيران في السلطنة والتي تحلق حاليا الى مسقط وصلالة وستعمل على تعزيز فرص السياحة والتعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وتوفير خيارات سفر مباشرة ومريحة لسكان وزوار ولاية صحار